بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا حلقة السبت دايما بتبقى حلقة السعادة لأننا بنتكلم مع أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم اللي داخلين على بيت السعادة دوار السعادة، دار السعادة، اللي هي الزواج أو قاعدين في بيت السعادة وعايزين سعادتهم تستمر وعشان كده دايما بنكلم سواء المقبلين على الزواج أو المقبلين على تجديد حياتهم الزواجية وإحنا ما زلنا بنتكلم على مهارات حددنا ليه اسم مهارات التجديد الزواجي النهاردة عن نتكلم على مهارة مهمة جدا 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 من المهارات الزواجية مهارة بتخلينا دايما ندخل في قولي تعالى وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها مهارة بتخلي حياتنا كلها مليئة بالنعم مهارة بنستثمر فيها أنا يوم جديد على عمل كشهيد فاغتنمني المهارة دي مهمة جدا جدا مهارة بتخلينا حسين طول الوقت إن احنا في مدد ربنا وخاصة البيوت البيوت هي أكتر حاجة مليانة مدد من ربنا واجعل بينكم مؤدة ورحمة طب نعمل إيه عشان نستثمر ده ونبقى فعلا عايشين في البيت وحسين بمدد ربنا عندنا مهارة جديدة اسمها مهارة صناعة الزكريات ما تستعجلش صناعة الزكريات مش للناس المترفين مهارة صناعة الزكريات تعالوا نتكلم عنها ونعرف إن مهارة صناعة الزكريات ده مش وقت معين مهارة صناعة الذكريات هي مهارة دائما في حياتنا الزوجية فالذكريات بنعملها بشكل دائم مش عشان بعد الموت أنا آسف يعني أنا بدايق جدا جدا من الناس اللي دايما لما هم يفكروا في الذكريات يفكروا ما بعد الموت لا مهارة صناعة الذكريات بنعملها طول ما احنا ماشيين في حياتنا مش عشان بعد الموت لكن عشان نعيش مع بعض نحيا مع بعض بتخلي الزوجين حاسين إن الحياة ممكن تبقى مليانة في كل جنباتها سعادة وده من الممكن وده من الحاجات اللي بتخلي الزوجين حاسين بالثقة بالثقة بماذا؟ الثقة بالحياة زوجية كمان بتحسسهم بحاجة مهمة جدا عارفين بتحسسهم بإيه؟ بتحسسهم كمان بإن هم بينضجوا كل ما بيصنعوا الذكريات كل ما بينضجوا كل ما بيحسوا إن هم أحسن عارفين صناعة الذكريات كمان بيحسسهم بإيه؟ بتحسسهم أن هم قادرين يعبروا عن حبهم وقادرين يخلوا كل واحد منهم يعيش الحلم اللي كان ينتظروا في الزواج صناعة الزكريات دي هبة من الله سبحانه وتعالى بتخلي الناس حسين أن ربنا دايما نظر لهم باللطف والجمال والرحمة والمهارة دي بالذات بتتحول لأسلوب حياة فطول الوقت احنا المفروض يكون عندنا المهارة دي وما تبقاش حاجة خاصة بالمناسبات بس لأن الإنسان اللي دايما بيحب يصنع الزكريات زوجته بتقول عنه أنه حد مختلف حد إيه؟ حد مختلف حد هي بتقوله فيك حاجة كده بتفرحني وكل حاجة بيعملها بطريقة مختلفة وتلاقيها دايما بتستنى أي حدث يحصل في حياته معشان تشوفه هيعمل إيه إيه ده؟ من الراجل اللي زوجته منتظرة أنه هيعمل إيه ده؟ وهو بيجي في المعاد عارف أنت؟ الشخص اللي هو دايما بيصنع الزكريات بيجي في المعاد فلما ييجي في المعاد بتحس أن حياته فعلا الجواز ده مكان للسعادة وهو فعلا بيجي ويفرحها عشان كده احنا محتاجين نكون بنتلكك عشان نصنع الزكريات كلمة بنتلكك هنا معناها الإلحاح والإصرار مش معناها أن احنا بنعمل حاجات أي حاجات لا احنا بنعمل اللي وزيك احنا سميناها مهارة بتتعمل بمهارة بتخلي حياتنا جميلة عشان لازم نستنى نجاح حد من الأولاد عشان نحتفل لا احنا ممكن نحتفل بحاجات كتيرة في حياتنا ممكن نصنع الزكريات مش بس في أوقات النجاح لكن ممكن نعمل حاجات كتيرة جدا جدا ولا لازم نستنى نجاح الزوج في عمله أو أعياد الميلاد أو المواسم صناعة الزكريات ده أسلوب حياة صناعة الزكريات ده أحد المفاتيح السحرية في الحياة عشان تتجدد الحياة بتبقى حلوة بصناعة الزكريات ممكن تبقى مثلا لما الزوجة تعمل أكلة كانت صعبة عليها فالزوج يلم الأولاد ويحتفلوا بيها اه والله اه والله بالليازة المستوى ويشجعوها ولو الزوج مثلا حتى غير اللامبة المحروقة ممكن الزوج تحتفل بيه فيه ناس كتيرة بيحتفلوا بزوجاتهم لما يعملوا حاجة كانوا خايفين منها إن هم يقربوا من قطة هم كانوا خايفين منها أو إن هم يعملوا حاجة كل ده صعيح حاجات بسيطة بس إيه اللي بيحصل لو عملناها ذكرى الحاجات دي بتنجح في إسعاد الأسر كلها فأبسط الحاجات بينجح فيها الأولاد ممكن تبقى كمان فرصة للاحتفال حتى لو كان الاحتفال بالولد عشان خلص أكلة لطيفة أو عارف يلبس في دومه لوحده أنت بتعرفش الذكرى على فكرة هتروح تعمل إيه في قلب أي حد في الأسرة ممكن الذكرى دي تفضل هي المعنى اللي خلت الولد دوت حاسس إن البيت جميل حاسس إن بيت سعيد ده اللي خلت زوجة تحس إن لسه فيه أمل ولسه فيه مساحات واسعة في البيت ويحسوا بالوسع ويحسوا بالدفع في البيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق السيدة عائشة عشان يصنع لها ذكريات جميلة فسبقها وهي صغيرة في السن فسبقته وسبقها تاني عمل سبق بينه وبينها لما كبرت وزاد وزنها فسبقها صلى الله عليه وسلم شوف بقى حضرت النبي يعلمنا دي ذكرى فقال لها هذه يعني إن أنا سبقتك دي بتلك فكرة لما سبقتيني زمان لما كنت صغيرة وكان لسه ما سمنتش شوية يعني بيقول لها أنا فاكر ذكرياتنا مع بعض الجميلة وإزاي إحنا كنا مع بعض بنسعد بعض طول الوقت البيت يا سادة مش بس الذكرى إنك تحتفل لكن الذكرى كمان إن أنت ترسم معنى جميل في قلب الناس مش لازم نزيط مش لازم نرفع الصد بالضحك ولا لكن نرسم معنى نبحث عن معنى الذكرى بالأساس مش زيطة الذكرى معنى نحتفظ به مع بعض في قلوبنا البعض فبأبسط الأشياء بيكون البيت مليان بالمحبة والدفع من معنى وأهله بيكونوا دايما متجمعين متربطين فبالتالي محدش بيحتاج يعوض دور حد عن طريق الاحتواء البديل خارج الأسر ولا بيحصل خرص زواجي في الأسر ولا الخمول ولا الكسل الزواجي وأقول لكم حاجة صناعة الذكريات الجميلة والاحتفال بأبسط الأحداث مش بيكون بإننا نشتري هدايا ولا أكل كتير ده ممكن يحصل بمجرد أن احنا نغني مع بعض سوا أو نحي حد مننا عمل حاجة كويسة أو نسأل بعض سؤال عيننا فيها تمنل مع بحاجة جميلة أنت أول مرة شفتني حسيت بإيه يقول لها حسيت بإن الدنيا مش سيعاني عارفة أول مرة أنا شفتك فيها حسيت إن ربنا سبحانه وتعالى جمعنا مع بعض وخليكي فاكرة أن أنا أقولت لك الكلام ده النهاردة عشان النهاردة كنت محتاج إن أنا أقوله لك أنت مش متصور ممكن أن يحصل في قلبها إيه وقوله للناس يحسن يا سلام أو نكتب له أو نكتب له كلنا في ورقة قد إيه إحنا بفرحانين بيه نقول لأبونا كده وتجمع الأولاد كلها وتكتب له ونعمل بطرمان السعادة نجيب حاجة ونكتب فيها كل الكلام الجميل ده ونكتب عليه التاريخ ويبقى التاريخ ده ميلاد جديد للأسرة دي ممكن يعيشوا فيه ونعلق كمان حاجات كتيرة في البيت ونكتب عليها التاريخ وتبقى ديه ذكرات سعيدة وممكن في يوم الأيام محتاجين نطبطب على بعض نقول له فاكر الكلام ده كتبنا يوم إيه الاحتفالات والذكرات الحلوة مش محتاجة تكاليف بالمناسبة بس محتاجة قلوب عايزة تفرح لازم نتعود أن احنا فعلا نفعل حبنا للحياة حبنا لنعمة ربنا سبحانه وتعالى حبنا للأسرة دي ونعمة الجواز وحضرت النبي علمنا إزاي نشارك الزوجة في فرحتها وإزاي نسعدها فسيد عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم أنظر إلى لعبهم يبقى الرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه خلي السيد عائشة أكيد السيد عائشة حكت الكلام ده بعد ما حصل الموقف ده بس هي مش ناس يا ده لحضرت النبي عمل لها الذكرى سعيدة اسمها يوم لعب الأحباش يوم حبيبي حبي يفرحن الله وهتفضل فكرة اليوم ده عشان كده مهم جدا أن الزوج يتعلم أنه هو يشارك أهل بيته في فرحته مش يبقى الشخص اللي بيخافوا منه ولا يخافوا يفرحوا قصاده لازم هو اللي يجلب الفرحة دي يعني لازم يدخل عليهم الفرحة وإذا ما كانوش مبسوطين يبسطوا لما ييجوا يضحك معهم ويشاركهم ده هقول لكم أول حاجة تخلي المهارة دي عندنا مهمة جدا جدا المهارة دي مهمة جدا عشان نطلع من عندنا شريط اسمه شريط الطفولة الطبيعية ولزلك إيه اللي حاصل لازم الواحد فينا أنا دايما بقول للناس لما بيجي أدربهم في المقبلين على الزواج عندي كده الأصول العشرة في حسن العشر الأصل الأخير في العشرة بالمناسبة هو أصل بيتعلق بدا بقول للأزواجي كن بالغا في الأزمات لما تكون في أزمة خليك بالغ بس إيه اللي حاصل وطفلا في الأفراح وفي الأوقات التي تريد أن تصنع فيها السعادة يعني وقت الأزمة لازم تشتغل بشيرة البالغ لكن بقى وقت الفرح اتعامل بشريط الطفولة الطبيعية وكمان لو عايز تفرح حد زعلان يا سلام أنا عارف أن فيه ناس كتيرة فاكرين لأزواجهم وناس كتيرة فاكرين لزوجاتهم أن في لحظة الغم والهم اللي كانت عندهم نصنعونهم ذكرة اسمها ذكرة المسندة بالابتسامة والطبطبة والتخفيف وعشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر عندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تغني به الأنصار يوم أبو عاث قالت وليستها بمغنيتين مش هم مغنيتين يعني فقال أبو بكر أما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر إن لكل قوم عيدة وهذا عيدنا يعني سيبهم يا أبو بكر يفرحوا السيدة عائشة فاكر ده فاكر كويس الكلام ده وفاكر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرح ولازم ناخد بالنا أن ما يبقاش هدفنا توسيق الحدث بالصور آه هنا بقى في حاجة مهمة أوي في فرق من صناعة الزكريات والبلوة اللي احنا عايشينها الأيام دي اللي هي بلوة ايه الفرق ما بين صناعة الزكريات وصناعة اللقطة احنا عايزين نصنع المعنى نصنع القرب من بعض لازم نقرب من بعض حتى وما تسورناش بالله عليكم ما تزعلوش لو أن كنتوا عملتوا ذكرى حلوة وما سورتواش مش أهم حاجة اللقطة أهم حاجة ماذا أهم حاجة مش اللقطة أهم حاجة النبضة النبضة اللي في القلب اللي بيكون فيها الذكرى مكتوبة وتفضل النبضة دي في أوقات ما احنا مكتئبين وزعلنين تفضل النبضة دي تنبط في قلوبنا فتخلي البيت يتملي سعادة وهنا وعشان كده الزكرة اللي في القلب هي اللي احنا لازم نتم بيها مش نتم باللقطة اللي بتبقى في عنيون للناس وفي ذاكرة الموبايل لازم نتم بالحاجة اللي جوا قلوبنا لما تخرجوا مع بعض ولما تحتفلوا مع بعض وتعملوا ذكرات جميلة اعملوها عشان تعيشوا مع بعض السعادة وكل واحد فيكم يمزج سعادته بسعادة الآخرين ودي تاني مهارة يبقى طلع الطفل الطبيعي اللي جواك تاني حاجة امتزجوا مع بعض في الفرحة محدش يحاول يفرح التاني زي ما هو عايز افرحوا مع بعض وازاي نفرح مع بعض شوف الخط اللي هم فرحانين به وافرح معاهم خلوكوا خلوا الفرحة بكل قلبانكم سعادة هتبقى الفرحة فعلا بقت ذكر وسعادة معايا هتعيشوها وكل واحد فيه ليه مكان في قلب التاني مش لازم يكون ليه مكان في الصورة على الستوري بتاع الصفحته لازم يكون كل واحد فينا ليه مكان في قلب التاني وعشان كده لازم نحتفل فلازم نعيش الفرح الاول وبعدين نفكر ان احنا نوسقه هو انا قلت ان التوسيق وحش لا هتلقوني انا بتكلم على حالات بنوسق فيها الأفراح بس اهم من توسيق الأفراح هو وصوق المعنى وصول المعنى ان المعنى يبقى موجود فينا وكل ما زادت تذكرات السعيدة كل ما اختلفت نظرتنا للمشكلات لان بيكون عندنا رصيد نعتمد عليه في التغاضي في الخلافات بيننا ونفهم بيه الخلافات والمشكلات تخيل اكتشفت ان بالدراسات اللي انا بعملها ودي مش بقول ريسيرش وممكن اهل مراكز الأبحاث يشوفوا ده بس انا لاحظت وده بتعتبرون انطباع ملاحظة ورصد مني انا في الارشاد الزواجي لاحظت حاجة قريبة جدا اختلاف وضعف وقلة المشكلات يتناسب هذه القلة مع زيادة الزكريات يعني كل ما زادت الزكريات كل ما قلت المشكلات وحجمها وقوتها قلت يبقى ليه؟ لان الناس الزكريات لها اثر عجيب في حسن الظن بالله فمحدش يقول ده قاصد يزلني ولا قاصد يعكن علي لا قول في الذكرى ان الواحد قاصد يفرحني عارف الفرق ما بين ان الواحد يبقى قاصد يفرحني فيعمل لي ذكرى وان الواحد ما يهتمش بيا فيعمل لي عكنانة وديء وعندنا حاجة مشعورة عند الستات لانهم معطفين بنسبة كبيرة من الرجال يعني في العموم في العموم فبنلاقي الزوجة عندها فكرة عملي ما هنسلك يوم ما فرحتين الفرحة الفلانية وفي نفس الوقت عملي ما هنسلك يوم اليوم انت جرحتيني فيه ده انت عملت كذا وكذا وكذا لكن الزكريات الحسنة عند الستات بتفضل في حياته ايه وقت تفتكر ان هي بتنساها بس هي بتخاف ان الزكريات دي تبقى زكريات وراحت لكن لما تبقى على طول فتحطهم لك على بعض وتخلي البيت هو المكان تقول كده الواحد ما بيرتح شغل في بيته في كل حتة في البيت مليان بذكرة جميلة وتفضل الزكريات بتعيشنا حياة مختلفة عشان كده تعالوا نشوفوا الاجراءات اللي احنا هنعملها عشان تبقى زكرياتنا دايما جميلة تعالوا نعمل حاجة تعالوا نعمل حاجة اسمها ديوان الزكريات السعيدة كل ما حصل لنا زكرة سعيدة نكتب سطر واحد بس كلنا نكتب سطر واحد ليه طيب؟ لان ساعة ما نكتب الكلام اللي في قلبنا الصورة ما بتحكيش كل حاجة على فكرة اه صحيح الصورة بألف كلمة بس كمان حاولوا تصدقوا ده بالكلمات ان كل ما يحصل حاجة كل واحد فينا يكتب هو قد ايه كان حاسس بالكلام ده ونكتبه ونعمل ديوان اسمه ديوان الزكريات السعيدة وديوان الاحداث الجميلة تاني حاجة لازم نبادر للفرح والاحتفال بأي موقف ممكن نعمله ونخلاقه وانا عندي طريقة لو مشيت ورايا والله العظيم وعملته كده اسأل مجرب اسأل مجرب اعمل كل يوم ذكرى سعيدة يعني ايه اللي حاصل؟ النهاردة مثلا رجعت البيت بدري رجعت البيت بدري فيا جامعة الخير تعالوا نحتفل بان انا رجعت بدري عارفين ليه؟ تعالوا نسمي اليوم ده تيوم المحبة يوم انا رجعت بدري وساعدت وفرحت بان انا شفتكم وقعدت معاكم اكتر تعالوا نعمل كده والله ما نخسر حاجة ايه اللي حاصل؟ الله سبحانه وتعالى يحبنا ان احنا نفرح في عبادة اسمها عبادة صناعة الزكريات لأجل الدخول في عبادة الفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعوا تالت حاجة تعالوا نتعلم التعبير عن السعادة والفرح والامتنان ونخليها عادة يومية نمتن البعض كل يوم وما نتوقفش عن ده اخر حاجة خليك كل يوم تحاول بقدر الامكان تخصص دعوة لحد من اهل بيتك وتخصص دعوة لزوجك ايه؟ ندعي البعض ونقول اللهم اني اسألك ان تجعل هذا اليوم الذي فيه رأيت السعادة من زوجي رأيت السعادة من زوجتي تجعله في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتي وقدم علينا فرحنا يا رب العالمي كده ممكن نعيش نصنع الذكريات حياتنا ان شاء الله إيه اللي هيقول لي ان انت بتهمي الحياة وردية ما انا ورداني إيه اللي منع عن الحياة تبقى وردية إيه اللي منع عن الحياة تبقى سعيدة انت مش عايز ما تزعلش بعد كده انت مش عايز تمدي ايديك وتاخد نعمة ربنا انت حر بس الحياة فيها خير كتير ليه لازم نروح للخير لما الحياة تتهدم وتتهدف قلوبنا طيب منمدي ايدينا ونحق قلوبنا وربنا مليها بالنور والبركة والمودة والرحمة ومحدش يقول أنا خايف ملاقيش إلا هيزرع عيلاقي لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله يلا بيدينا ان شاء الله ربنا يقبلنا ونور قلوبنا ان شاء الله لا دايما تكونوا فاكرين بقى صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر بنا مفتوح ونتنور ونتبارك بيكم ان شاء الله على طوله بأسئلتكم وببركتكم ان شاء الله على الدوام وتعالوا ناخد أول سؤال من الأستاذة سجدة من القاهرة أستاذة سجدة أعلموا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا دكتور عمر فضل ونعمة الحمد لله الحمد لله يا ربنا يبركنا بجاب أنت البرمانة بجاجة يعني جميلة ومستفيد جميلة رزاك الله كل حين ربنا يحفظكم ورحمة يعزكم ومبارك فيكم يا ستي تفضلي الله على الله لو فمحتك أنا ليس ألي تفضلي في آية في الكرآن الكريئة بتقول لا تمثيهم حتى يتقر فإنت تهرني فأكدونا ما هو أمركم الله طيب أنا أعرفت يعني كده لأن الصوت مش قوي ولكن طبعا ولكن نسائكم حرصر لكم أزن بتتكلم عن هذه الآية تفضلي لا فإنت تهرني فأتحرفكم أن آه طيب أنا شكرا أنا علاقة بالصهارة أيها بالضبط يعني لو بالفرد يعني يعني موضوع الحيد وإن لو حصل جماعة في وقت الحيد إيه العكاب وإيه كسارة طيب حاضر يا ستي أجاوب على حضرتك طيب أولا الجماعة وقت الحيد ده بلا شك بمتفق عليه بأنه حرام لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتجنب النساء في المحيط طيب إيه اللي حصل العلماء قالوا إن دي إثم ومعصية ولكن وردت كما ورد في حديث سيدنا عبد الله بن عباس صغيري من الأحاديث إني بيفرقوا ما بين إني ده يحصل في أول الحيد وإني ده يحصل في آخر الحيد فالكلام على أنه علي أن يتصدق بربع دينار الدينار أربع أربعة جرام دهب وربع فكأنه يتصدق بما يساوي جرام دهب ليه طيب ليه كده ليه كده عشان الحقيقة يخرج من هذا الاسم يخرج من هذا الاسم طيب هل ده واجب؟ الحقيقة هو اسم واللي متفق عليه أنه هو اسم لكن اختلفه في مسألة ماذا؟ التصدق بهذا المقدار نعم أستاذ نوه تتفضل حالما عليكم عليكم مساعدة كاته يزيكا شيخامر بخير الحمد لله كل صرح حضرتك تعيش الحمد لله لو صمحت والله اللي يسألني تفضلي أنا حامل وحاولت إن شاء الله بعد العيد على طول فهنا الوقت بس عايزة أعرف أنا الوقت إيه الأهم من الأهم؟ إحنا نوين نعمل عقيقة ما إحنا ينضحي ينعمل عقيقة هل لو أنا أجلت الأضحية وعملت يعني أنا في إمكاني أن أعمل حاجة واحدة بس طيب يلا يا عقيقة يا أضحية لكن هتقدر تعملي سؤال هتقدر تعملي ده بعد كده تاني يعني هتقدر تتباحي تاني بعد كده لا 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 لو ضحيت مش هقدر إن أنا أضحي لو ضحيت مش هقدر إن أنا أعمل عقيقة طيب بس يا ستي إحنا إنت لو ضحيتي مش هتقدر تعملي عقيقة إحنا عندنا أدي إيه وقت أدي إيه وقت طيب أستاذ نوح أستاذ نوح خليك معنا ونجاوب على حضرتك ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا سؤال الأستاذ نوح وهي بتتكلم بتقول هي دلوقتي عندها حكتين عندها دلوقتي هيبقى عندها عقيقة وعندها كمان أضحية وهي دلوقتي عندها عايزة تعمل السنة من الاتنين عندنا شوية معايير بتحددها هي لو قادرة تعمل حاجة كبيرة زي العجل مثلا أو عندها زي مثلا الناقة دولة العجل بياخد سبع من الشياء فممكن تجمع ما بين الاتنين تجمع ما بين الاتنين لو أني ولدها يبقى لي سبعين والعقيقة يبقى لها سبع فيبقى عندها تلت تسباع من العجل لكن لو مش هتقدر تعمل ده أيهما بقى اللي يكون أرجح إحنا عندنا تمام السنة في العقيقة أني تكون بعد الأربعين وممكن تفضل لطول العمر فالتنين من السنة المؤكدة العقيقة من السنة المؤكدة وكمان الأضحية كمان من السنة المؤكدة بس تمام السنة في الأضحية لأن خلاص تمام السنة في العقيقة بيكون في الأربعين يوم فأنا أرى أن هي تذبح لي مسألة مسألة العقيقة لأن هي خلاص هي مرتبطة بالعقيقة لأن المولود مرهون بعقيقته يبقى عندنا حكتين هنا بقت المصلحة متعدية مصلحة للطفل ومصلحة كمان ليهم في مسألة زبح العقيقة فأنا أرى أن يتقدم العقيقة على الأضحية لأن هي إذا فعلت الأضحية خلاص مش هيبقى معاها إذا فعلت العقيقة مش هيكون معاها ما تفعل الأضحية وخلاص ما تبقاش هي مخاطبة بالأضحية معاها الأستاذ عبدالعظيم من القاهرة أستاذ عبدالعظيم أتفضل عليكم سعر سهلا أخير الحمد لله كل سنة وحضراتكم طيبين وعلى الأم الإسلامية أجمعين يا رب يا رب يا رب دكتور عمر كان عندي سؤالين بس فقط لغير أنا هدأ من حيث حضرتك انتهيت موضوع الحياة الزوجية وزي نحن نتجاوز الصعوب مع بعض أنا بس في رسالة كنت عاوزة أوجيخها من خلال برنامج حضرتك أنه لما بنقول أخو ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول لنا ولا تنسل فضل بينك أنا كان عندي مشاكل كتيرة جدا أنا أمامراتي بعدين لما عدت ركزت كده مع نفسي اكتشفت أن الكائن المرأة معنى أصح أو المرأة فهي بتوصل لمرحلة أنها حساسة جدا فلما كنت حضرتك بتقول أن أنا يعني بنرجع الزكريات أو أن احنا نوض مع بعض فعلا بدأت أن أنا أعمل ثلاثة القائمة النفسي ولما بنجمع مثلا أصدقاء مثلا مع بعض كل واحد فينا كان بيعطي يشتكي ومرأتي عملت وقاطي عملت ومرأتي عملت خليك رسول كويس بمعنى صحتين الرسالة أن أنت إزاي أنت تعملها بالمعاملة الحسنة وأن أنت تتجاوز الموضوع ده زي ما حدرتك كنت توصف الرسالة بتاعتك أن احنا نفتكر الزكريات بالفعل التجربة دي نجحت معي إحنا افتكرنا كل حاجة حلوة كانت ما بيننا وما بين بعض طيب ما شاء الله بس أنا كمان قلت في الحلقة دي حاجة مهمة جدا أستاذ عبد العظيم وأن احنا دي سنة من سنة الحياة يعني أنا دايما بقول دي حاجات من العبادات الزوجية اللي صنعت الزكريات دي عبادة زوجية لازم تستمر على طول إن شاء الله وربنا يكتب لكم ده إن شاء الله السؤال التاني لحضرتك هو في أثناء الصلاة تمام قلت عوصة فالسؤال هو إزاي الشيطان بيواسوس وإحنا عارفين كويس أوي إن قراءة القرآن أو معنى أصح سؤال لطيف والله أستاذ عبد العظيم أقول لي أجاوب حضرتك اللي هو هو اسمه بدون قطع كلام حضرتك اللي هو سمعت إن الاسم اسمه خنزب مش عارف هل أنا صحيح خنزب آه آه بالضبط ك إزاي بيجي لنا وإحنا أصلا بنصلي ومفروض إن المخلقات الأخرى من ربنا سبحانه وتعالى يعني ما بتتواجدش فيه مكان فيه قرآن فأنا بسرطي طيب أجاوب على حضرتك أجاوب على حضرتك اللي جاء اللي جاء شكراً أستاذ عبد العظيم أولاً شكراً على مسألة تقديم الخبرات ديت وأنا بقول لكم إحنا عندنا في البرنامج جمان بنسعد بالخبرات تقديم الخبرات في اللي إحنا بنقوله ده وده شيء بيسعدني جداً جداً للناس تقدم خبراتها عن اللي إحنا بنقوله لأن ده شيء مهم جداً فشكراً أستاذ عبد العظيم على المداخلة الأولى السؤال بقى إحنا عندنا في حاجة اسمها التحالف الأسود التحالف الأسود هو التحالف الشيطان والنفس الأمر بالسوق اللي ممكن نجده في صورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فالشيطان يبعت الوسوسة ولما تلاقي حاجة كده مستمرة ودخلة ومش رادية توقف يعرف أن ده شغل مين النفس الأمر بالسوق فالشيطان بيربعت الوسوس ويجري لأنه خواف مين اللي بتمسك بقى في الوسوسة دي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ده التفسير اللي أنا برتضيه في هذا إن ده وإزاي كتقولك إيه نفسي تجيب لي حاجات أديمة من زمانه وتفكراني في الصلاة مش الشيطان اللي بيعمل كده ده النفس الأمر بالسوق يبقى إحنا لازم نعمل إيه لازم نهذب نفسنا إزاي تكون من أهل الحضور في الصلاة وإحنا إن شاء الله هيكون عندنا حلقة عن الحضور الحضور بعمة في كل الحياة فتعالوا نتكلم على إزاي تكون حاضر في الصلاة فإزاي نقدر نتخلص من ده أنا جاوبت على حضرتك الشيطان عيو اسوس ويجري والنفس الأمر بالسوق بتمسك في الأمر ده وتستمر فيه طيب وإيه اللي حاصل وممكن يكون تاني الشيطان إيه اللي حاصل ما بين فصلات الزكر والإزايكة عندنا في الصلاة يقولك إيه لا تترك أي جزء من أجزاء الصلاة إلا وفيه إيه إلا وفيه ذكر لأنه يوسوس تذكر يهرب يرجع يوسوس تذكر تهرب أنا بحب التفسير الأول بحب التفسير الأول اللي هو إيه تحالف النفس والشيطان وعشان كده بقولك إيه ما تستغربش هو ممكن يكون بيوسوس فتذكر الله فيهرب وعشان كده إحنا بنحب الصلاة كلها تكون مليئة بذكر الله أرجو أننا كنت جاوبت على سؤالينك أستاذ عبد العظيم وشكرا على التجربة بتاعتها أستاذ أستاذ أمو أحمد تتفضل أه ألو سمع عليكم أه عليكم سمع حركاته ألو سمع عليكم أنا زوجها أه تفضل يا أستاذ أيب أبو أحمد بدل زوجها بقى أيوة تفضل يا أبو أحمد أنا أعجب أنا أعجب أن أقول أنت ستك على حد أنا ثلاثة حب سنة 2017 طيب ماشي وجيت من آآ جيت من الحج رصبتني توائز كتيرة يعني أعملت عمليات القلب وبعدين آآ عملت عمليات فعناية لما نظري رأي قالت آآ آآ وذل الوقت بمر بذي كمانية قلت قوي قال كده ربنا مش راضع علي طيب أقول لك حاجة أنت في الحج ده دعاية أن ربنا يخفر لك زنوبك أيوة قلت يا رب سامحني على أي جمد أنا عملك طيب يا سيدي ربنا استجاب لك وقلت في جبل عرب وصلبت مني الصلب تبا قلت يا رب سامحني على كل جمد أنا عملك طيب أجاب أجاب على حضرتك يا حاجة أباحم بصي أباحم أن ربنا إن شاء الله يكون يستجاب لك وده كله يكون من قبيل تكفير الزنوب وربنا استجاب لك فبيكفر لك زنوبك وكمان بيرفع درجاتك فربنا سبحانه وتعالى استجاب لك من قال لك إن الحجة ما تقبلتش ده بالحاجة إن الحجة قبلت وربنا سبحانه وتعالى أراد إنه يرفع درجاتك كمان ليه لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوكة يشاكوها يبقى حتى الشوكة يشاكوها ربنا سبحانه وتعالى يغفر بها الذنوب ويرفع بها الدرجات وإحنا عندنا قال لنا كده لما ربنا سبحانه وتعالى يحب يرفع درجة حدي يبتليه بمرض ما كانش عنده قبل كده ليه طيب ربنا بيحب يعزب الناس لا ربنا سبحانه وتعالى بيحب ماذا ينزل الناس في منازل العالية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فما تسخطش خالص وده بالحج ده ده بالعكس ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إنه هو يريد أن يرفعك مقاما أعلى وربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينزلك في منازل الصابرين فالله أصبر وأبشر إن إن شاء الله الحاجة تكون قبلية إن شاء الله أستاذ مونة تتفضل عليك سبحانه وتعالى أستاذ مونة أنا أقول لك وحدة دك طيبة أستاذ مونة لو سمحت والله ممكن أسأل فاضلة حضرتك سؤال تفضل يا فندم على الرأس لو سمحت الوقت أنا زوجي بياخد فلوس من إخوات والأقارب وكده وبيديهم لواحد بيشغالهم طي بس بياخد على الفلوس دي هو بقى لما بتيجي المكسب بتاعهم بياخد منهم نسبة هل كده حرام فيها حرمانية أه أه أعيز أعرف بس الحرمانية فيها فيها حرمانية ولا لا طيب على المهم أنا أجاوبك على السؤال دا وإن كان السؤال دا هو مش السؤال الأساسي والسؤال الأساسي هو أن بيتكم شوية فيه مشكلات وانت خايفة يكون سببه مسألة المال لكن أنا أقول لحديك أجاوبك على السؤال اللي عاديك سألني عنه السؤال دا هو بيقول أن فلان بيجمع الفلوس ويديها لحد تاني يشغالها فلما بيجي مكسب هو بياخد جزء من دا وكأنه بيشتغل عمل كده زي عمل الدلال دي كده في الفقه كان اسمه عمل الدلال اللي بيدل دا على دا ممكن يدل دا على السلعة أو يدل دا على اللي اشتغله فده نوع من أنواع العمل اللي ممكن ياخد عليه إنسان الأجر آه ممكن ياخد على دا وفيه عمل أساسي في الأسواء اسمه عمل السمصار السمصار بيعمل ايه بيدل دا على دا فإنه حاصل هل يجوز إنه ياخد دا نعم ياخد مال بشرطين الشرط الأولاني معرفة الطرفين ما ياخدش من وراء ايه من وراء حد الأمر التاني إنه يكون متفق على دا يعني يبقى بمعرفتهم ويكون متفق عليهم يعني ايه هم معرفين إنه ياخد بس ما ياخدش أكتر من المنتفقين عليه عشان كده الشرطين دول موجودين فإذا حصل دا يبقى المال حلال وليس فيه إشكال طيب إذا ما حصلش يعرف الطرفين وستاذ أحمد يتفضل سلام عليكم أستاذ أحمد إزاي حضرتك وعليكم السلام زي حضرتك يا فندم عامل ايه نعم وفضل الحمد لله كل سنة وانت طيب تفضل يا رب دايبا يا فندم واخد صاحبك بخير يا رب يا رب وأنا وانت والسامعين تفضل يا سلام أسأل حضرتك بس معلش ناسف يعني حضرتك يعني أتسأ سيدك إنك تسمعني معلش طيب مقدمة مقدمة دي تفض تفض يا ربي خليك أنا بس عندي كم سؤال شوية آآ يعني أول شوية لحضرتك أنا ربنا أزقني بولد من آآ من سنة ومص واليومين دولار ربنا أزقني بولد تاني الحمد لله صلى الله ربنا وولدين وأنا ما عملتش حقيقة الأولاني وعايز أعمل يعني حقيقة للاتنين مع بعض فكذا حد بيقول لي إن يعني أضح خرافين عن الواحد طيب وبعدين فين السؤال آآ السؤال التاني حضرتك آآ أنا دلوقتي شغال محامي تمام ففي مهنتنا بيقابلنا حاجات كتير قوي آآ يعني إحنا بدموا بحطريب فيها ما بين الزفان التي هي حلال والله حرام آآ يعني هو كل ما يعني إحنا بنشتغل وبنعمل مجهود وبنقى كتب وبنكتب مذكرات حاجات كتير قوي كده حاجات بنعملها يعني فبعده قراءة كتير بتقول إن في الشغل دوت يعني حرومانية إذا كنت إنت ارتفع عنه من تجربة مخدرات عن مش عايفية عن الكلام ده كله فالوضع بيبقى فيه بالجزء من الحرومانية أنا برضو عايز أتأكد من حضرتك طيب أجابك على السؤال إن فيه سؤال تالت أخي حاجة بقى أنا حضرتك بس أمولي بتبقى صعبة شوية يعني أنا مثلا لما بيجيلي حاجة كويسة بيتيجيب معاها حاجة وحشة على طول هو ده أستاذ أحمد أستاذ أحمد هو ده مربط الفرس هو ده مربط الفرس اللي بيخليك بتسأل في السؤال التاني وهو ده مربط الفرس إن أنت حاسس إن حياتك الصعبة دي ممكن تكون عشان المال مش حلال أنا أجاوب على الثلاثة أسئلة يا أستاذ أحمد أستاذ أحمد صحيح إن العقيقة السنة في العقيقة تمام السنة في العقيقة عن الولدين عن الولد خروفين يبقى كده إحنا لو عايزين نعمل كده عنه نبقى عندنا أربع خرفان طب هل ممكن أربع خرفان دولا يكونوا في العجل آه ممكن لو اشترينا عجل ممكن دولا يبقوا أربع أسباع من العجل أربع أسباع من العجل ليه لإن أنا ممكن أشترك مع حد تاني في عجل في عجل مش في خروف في عجل وأشترك معاه ويبقى هو ليه تلات تسباع وأنا أخدت أربع تسباع للأتنين من الأولاد العقيقة طيب وممكن أدخل في العجل كمان الأضحية يبقى عندي أربع تسباع ويبقى عندي سبعة خامس للأضحية كمان ممكن أو ممكن السؤال التاني حضرك بتقول شغلانة المحامي شغلات المحامي دي شغلانة قديمة من شغلانة جديدة وقفت فيها المفتون منذ ظهرة هذا العمل بأنها مباحة ليه؟ هناك فاكرين حديث رسول الله فإن بعضكم يكونوا ألحن بحجتي من أخيه فأقطع له حق أخيه فمن قطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها طب إيه اللي يحصل؟ شغلانة المحامي أحد الشغلانات اللي فيها إعانة على البر والتقوى أي شغلانة في الدنيا ممكن واحد يستخدمها عشان تكون إعانة على البر والتقوى وممكن واحد يستخدمها إعانة على الإثم والعدوان أنا وبشتغل كمحامي بدافع عن ناس مش عارفين يعبروا عن حقهم واحد متهم إحنا بس عندنا شوية وصمات وشوية حاجات سيئة في الكلام عن بعض المهن وده مش صحيح عمل المحامي في أصله مباح لأنه يساعد الناس على بيان حجتهم ويدافع عن المتهم الذي هو في الحقيقة لم تثبت تهمته يثبت براءته ده الصحيح ده شغلانة المحامي أنه يبرز أدلة المتهم لكي يكون بريئا أو يبرز أدلة المدعي لكي يحصل على حقه ده الصحيح حد بقى بيستخدم ده غلط يبقى هو خلاص هو اللي بيتحمل الإثم ده فما يجيش يقول إن أصل الشغلانة فيها حاجة لا أصل الشغلانة ما فيهاش حاجة خلاص كده نرجع للمسألة دي بقى إذن إذا استخدم الإنسان هذا في مساعدة أصحاب الحقوق للوصول إليها فهذا عمل مباح جائز وليس فيه شيء والأشياء ممكن يفعل بها الحلال ويفعل بها الحرام لكن أنت أصل الشغلانة بتاعتك حلال أمر الثاني الصعوبات اللي عندك دي دي أشياء بتحصل في الحياة طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بيخلي كل ما يجي لي حاجة حلوة تيجي بحدها حاجة صعبة ممكن يكون ليه سببيني السبب الأولاني إن إحنا محتاجين نكون أكثر ثابة في التعاون مع الحياة يعني إيه اللي حاصل نكون عندنا يقين في حسن معاملة الله لنا وإن الحياة مش بس إن أنا أجد ما أريد ولكن الحياة أن أكون مع الله على الدوام فإذا حصل لهذا التسليم الحياة تنفرج إيه اللي حاصل يبقى إحنا محتاجين المزيد من التسليم حالة تانية إن بعض الأحيين إحنا ممكن يكون عندنا بدايات وسواس بدايات وسواس إيه سمعناها من كتر الكلام إيه المحامين إيه المحامين فحصلي أنا شيء من الوسواس أستغفر الله وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأسبني من هذه الوساوس وأستمر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ويبعد عني كل هذا الشر إن شاء الله أم كريم أم تالين تتفضل أيها يا شيخ مع حضرتك تفضلي أم تالين بعد إذن حضرتك يا شيخ أنا بس لها عندك الأول طلب وسؤال أول حاجة إدعى البنت تالين ربنا يصلح حالها ويبذيها ربنا يصلح حالها وحال كل بنات المسلمين ويجعلها إن شاء الله في الصالحات وفي الخيرات وأصحاب إن شاء الله الأنوار المتتاليات تفضلي يا رب يا رب دلوقتي يا شيخ أنا كنت مقدمة على شقة ماشي إسكان اجتماع وقات لي الشقة دي وأنا كنت قايلا إن الشقة دي لو جت أنا أين هتبح خروف طيب وجت الشقة وأنا مش كما قدرت إن أعمل كده دلوقتي إيه اللي أعمله مش فقدرتك طول حياتك ولا ممكن نجيلك لا ما عاربش والله ما عاربش اللي جاي إيه لأن أنا علي فلوس بسدها خلاص إذا كنت مش هتقدري تعملي الكلام ده مش هتقدري تعملي الكلام ده خلاص بقدين إذا قلت لله إنت قلت لله علي إذا الشقة جت أتبح خروف إنت قلت كده لا قلت نادرة علي وقلت انت خلاص كده سبتيها يبقى ايه اللي حاصل يبقى مسألة بساطة خالص يبقى حضرتك لو كان من الممكن ان يجيلك هتعملي ايه هتتبحي لما يجيلك الايه ان شاء الله ربنا يوسع عليك وتقدر تتبحي الخروف ده طيب مش هتقدري انت عارف ان انت مش هتقدري خلاص هتطعمي عشرة مساكين وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلك في الصالحين خلاص يا متلين احنا عند الوقتي خلاص ايام مدخلين على بس ليه ايام من النهاردة من النهاردة ما تعملوا زكريات سعيدة ما حد فيكم كده يفتكر اي حاجة يعمل اي حاجة ابتدوا اعملوا زكريات سعيدة في بيتكم ابتدوا جايددوا حياتكم زكريات السعيدة دي معنى من معاني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعملها فتحة خير على البيوت ده مفتاح عجيب للقلوب اعمل اي حاجة اعمل انوى ان انت تكتب كلمة جديدة وتقول لأهل بيتك ان انت خلاص خرجت من مسألة ان انت ما تكونش مركز انت خلاص هتهتم بيه واعمل الكلام ده من الوقت للتاني وفضل اعمل الزكريات دي جمع الاولاد كلهم واللوم النهاردة ما حدش يروح في حتة وتعالوا ناكل مع بعض النهاردة ومن هنا ورايح احنا لازم ناكل اكلة كل يوم كل يوم مع بعض ويبقى ده التاريخ الاجتماع على وجبة من الوجبات وكل مرة تعمل كده وكل يوم تضيف ذكرة من الذكرات السعيدة في بيتك البيت هيتملي سعادة ويرجع الحب تاني مرة تانية يملى البيت ويخليكم مقبلين على الله سبحانه وتعالى وحسين بنعمة البيت حسين بنعمة نظر الله اليكم حسين بمدد الله سبحانه وتعالى اللي ان شاء الله ما ينقطعش يا رب يعاننا دايما نقدر ونشكر نعمتك على انك تنظر الى بيوتنا وتجعلها محل مددك محل نورك اللهم انا نسألك ان تذيقنا في كل ساعة في بيوتنا جمالك وانوارك ومددك اللهم اجعلنا نسكن في هذا البيت في عين نعمتك وفي عين فضلك اجعلنا يا ربنا ممن كسوتهم اسواب السعادة بالرحمة والمودة يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين جعلنا من السعداء في كل وقت وحين يا اكرم الاكرمين اشتركوا في القناة